بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضية في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 9 أنصح بشوبة العلوم التجربية والتقنى الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع قال في الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مباشر OEGK قال نعتبر النقض A ذات حدثية 310 B120 و C321 قال و D إذن إحدثية 0 صفر أم حيث أم عدد حقيقي لكن كيف هو موجب قال واحد ألف أحسب الجداء السلامي B A سلامي B C ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من كوس A B C يعني الزاوية ذات الرأس A ذات الرأس B و سينس A B C ذات الزاوية ذات الرأس B قال بأحسب مساحة المثلث A B C قال بي أن الشعاع A ذو المركبات 1 2 ناقص 2 ناظم للمستوي A B C ثم استنتج معادلة ديكارتية له قال بي أن A B C D ربع وجوه و أن حجمه V A B C D يسعين 2 أم زائد 5 على 6 رابعا قال لتكون S أم مجموعة النقط أم X Y Z من الفضاء والتي تحققه X مربع زائد إجراد مربع زائد زائد مربع ناقص 2 أم زائد زائد أم مربع ناقص 9 يساوي السفر قال بي أنه من أجل عدد حقيقي أم فإن S أم سطح كرة يطلب تعيين مركزها ونسوة قطرها أكيد R قال خامسا عين قيمة أم حتى يكون المستوي A B C مماس لسطح الكرة S M قال سادي سنأكتب معدلة المستوي P الموازي تماما لمن للمستوي A B C موازي له ويمس سطح الكرة S M إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ناتي أبنائي الإجابة على السؤال الأول حيث قال 1 ألف أحسب الجداء سلمي B A سلمي B C إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ جداء سلمي اللي هو B A سلمي ماذا؟ سلمي B C هنا ما علينا إلا حساب مركبات شعة B A و B C ثم ننطلق في عملية إنجاز حساب الجداء السلمي إذن ننطلق أولين في B A لاحظوا جيدا إحداثية النهاية ناقص البداية معناه هذا ناقص لأن B A ثلاثة ناقص واحد إنها الاثنان وعندنا واحد ناقص اثنان يعطينا ناقص واحد وهذا ناقص هذا إنه سفر إذن هذا B A نأتي كذلك الآن إلى B C بنفس الخطة هكذا إذن وننطلق النهاية ناقص البداية إذن C إذن هذا ناقص هذا لهو كم واحد عفوا إثنان لأن الثلاثة ناقص واحد لهو إثنان ثم هذا ناقص هذا لهو إثنان ناقص إثنان صفر وهذا ناقص هذا لهو واحد ناقص صفر لهو واحد ثم نقوم الآن بحساب جداء السلمي إذن B A هكذا سلمي ماذا؟ سلمي B C يساوي هكذا إنها الاثنان والناقص واحد والصفر سلمي اثنان والصفر والواحد هكذا تساوي هذا في هذا اللي هو أربعة زائد هذا في هذا اللي هو زائد صفر ثم هذا في هذا اللي هو كم صفر يساوينا كم يساوينا أربعة إذن تذكروا أن الجداء السلمي إذن B A سلمي ماذا؟ سلمي B C يساوي كم أبنائي؟ يساوينا أربعة ذلك هو المطلوب فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من كوس الزاوية A B C وسينيس الزاوية A B C حيث هنا رأسه هو ال B وهنا رأسه هو ال B إذن نكتب هنا استنتاج من؟ استنتاج كوس الزاوية B إذن ذات الرأس B وهو هنا A B C هكذا ثم نأتي الآن إلى السيونس لاحظوا جيدا نحن ماذا نملك؟ نملك أنه A إذن B ركزوا هكذا B A سلمي ماذا؟ سلمي B C ماذا يسوي؟ يسوينا طاولة ماذا؟ B A هكذا في ماذا؟ في طاولة B C لاحظوا هكذا في كوس الزاوية من؟ الزاوية ذات الرأس B اللي هي هنا A B C يعني التي رأسها ماذا؟ رأسها B لكن يا أبناء هذه القيمة ها هي قيمتها إذن هذا إذن تصبح لنا أربعة يسوي كن؟ يسوينا B A إذن B طاولة شعع B A هكذا في طاولة الشعع B C هكذا في كوس هذه الزاوية اللي هي ذات الزاوية B لاحظوا وانتبهوا معي ومنه ماذا يصبح لنا الكوس هذا ماذا يسوي؟ أكيد هذا الجداء سوف ينقل هنا إلى المقام فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه كوس A B C هذه الزاوية يسوينا أربعة على ماذا؟ على طاولة A B أو B A كلاهما نفس الشيء لأنها طاولة إذن B A في طاولة B C الآن المطلوب أن نقوم بحساب طاولة البيئة وطاولة البي C إذن B A يسوي ها هي مركبات البيئة ماذا تسوينا؟ الطاولة تسوينا قاعدة الجذر تسوينا هذا مربع زائد هذا مربع زائد هذا مربع إذن نصبح لنا أربعة زائد ناقص واحد مربع وهو واحد زائد سفرة فتصبح لنا كم؟ ستصبح لنا جذر خمسة كذلك الآن أنه B C بنفس الخطة هكذا يسوي لنا هذا مربع وهو أربعة زائد سفرة مربع زائد واحد معناها تعطي لنا كم؟ تعطي لنا جذر خمسة إذن كذلك تذكروا أنه B A لاحظوا معي إذن قلت B A تسوي جذر خمسة و B C يسوي لنا كذلك جذر خمسة ما علينا إلا أن نعوض هنا بجذر خمسة وهنا كذلك نعوض بجذر خمسة فماذا ينتج؟ ينتج تصبح لنا أربعة على جذر خمسة في كذلك الآخر جذر خمسة فتصبح لنا أربعة على ماذا؟ على خمسة إذن تذكروا أنه الكوس لاحظوا وانتبهوا ما إذن نأتي إلى هنا ونقول كوس الزاوية ذات الرأس B اللي هي ها هي A B C يسوي لنا كم؟ يسوي أربعة على خمسة بعدما أنهينا مع الكوس جاء الدور قال كذلك واستنتج نفس سينس نفس الزاوية إذن فلننتابع جيدا إذن نأتي الآن إلى استنتاج السينس إذن نكتب هنا كذلك استنتاج سينس الزاوية ذات الرأس البي إذن A B C لاحظوا هنا وانتبهوا نحن نعلم أبناء القاعدة العامة أنه كوس مربع A B C زائد سينس مربع A B C يعني دائما من الزاوية ذات الرأس بي أنها يساوي لنا واحد دائما كوس مربع زائد سينس مربع يساوي واحد الآن ما رأيكم أبنائي لو ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا سينس مربع A B C هذه الزاوية يساوي لنا واحد ناقص كوس مربع A B C لاحظتم ومنه بما أن هذا حتى ننزع هذا التربيع نضع هنا رمز الجذر وننزع من هنا التربيع فيصبح لنا سينس هذه الزاوية يساوي واحد ناقص انظروا إلى الكوس ها هو تخيلوا لما نربع هنا كذلك نربع هنا لما نربع ماذا يصبح لنا يصبح لنا أربعة لهو ستة عشر على خمسة وعشرون هكذا تحت الجذر ومنه نصبح لنا سينس الزاوية A B C هذه ذات الرأس ال B تساوي نوحد المقام هنا خمسة وعشرون وهنا خمسة وعشرون فأصبح لنا خمسة وعشرون ناقص ستة عشر إنها تسعة على ماذا تسعة على خمسة وعشرون تحت الجذر هذا ما يعطي لنا التسعة تخرج بالثلاثة والخمسة وعشرون تخرج لنا بخمسة فتصبح لنا سينس لاحظوا جيدا A B C يعني الزاوية ذات الرأس ال B هنا كم تسعينا تسعينا خم عفوا تسعينا ثلاثة إذن ثلاثة على خمسة فقط أبنا إذن لاحظتم هذا السينس أمره استنتاجي من قاعدة الكوس مربع زائد سينس مربع يسعي لنا واحد فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم جدا وانتبه أرجوكم قال احسب مساحة المثلث A B C إذا جئنا أولا إلى الشكل A B C ها هو المثلث وهو مثلث أولا لو نلاحظ جيدا إنه متساوي الساقين أين هو المثلث متساوي الساقين لأن B A يسعي لنا B C حيث لاحظوا وانتبهوا معي كيف يحسب مساحة المثلث في الدرجة الأولى لا يهمون الآن لاحظوا هذا الطول كم كان عندنا ركزوا هذا الطول إنه جذر خمسة وهذا الطول كذلك إنه جذر خمسة لاحظوا وانتبهوا معي عندنا مبارهنة درستمه في السنة الثانية لاحظوا ماذا تقول تقول A B C مثلث حيث A B يسعي لنا C إذن A B هذا إذن هذا يساوي لنا C منيس كيل وعندنا ماذا A C يساوي لنا كم يساوي B إذن هذا B وماذا B C يساوي لنا ماذا يساوي لنا A إذن هذا يساوي A إذن ها هو عندنا C جذر خمسة والA جذر خمسة أما B غير محسوب قال S مساحة المثلث A B C A B C قال لدينا العلاقات التالية ما هي العلاقات التي بحوزتنا لاحظوا وانتبهوا أرجوكم ما هي العلاقة الأولى تقول القاعدة هي هذا ركزوا إذن المساحة ماذا تساوي S يساوي واحد على اثنان في B في C في سينس الزاوية A أو سينس زاد الرأس هذه وتساوي لنا واحد على اثنان في A في C في سينس الزاوية B هذه وتساوي لنا واحد على اثنان في A في B في سينس الزاوية C هذه الآن إذا جئنا نكتب هنا عنوان الحساب از او بي سي. اذا ننطلق نقول او بي سي يساوي. ما هي الاشياء التي هنا نملكها؟ نملك الا والسي. اذا تساوينا واحد على اثنان في في A في C في سينس ماذا في سينس A B C يعني في سينس الزاوية A أين هو هذا الكلام ها هي الجزء الذي نحتاجه لماذا أبنائي لأن الأ نملكه والس نملكه ها هو لاحظتم إذن لا نحتاج إلى العلاقة الجزء الأول ولا إلى الثالث نحتاج هذه لأن التي نعلم السينس لديها هي الزاوية B أو ذات الرأس B سبحانا S A B C يساوي واحد على اثنان في الطول A ها هو إنه كم إنه جذرة خمسة في سينس الزاوية يا أبنائي ذات الرأس سبحانا S A B C يساوي واحد على اثنان جذرة خمسة في جذرة خمسة هو خمسة في ثلاثة على خمسة فيذهب هذا مع هذا سبحانا S A B C يساوي إنه كم يساوي إنه ثلاثة على اثنان E A ما هي E A؟ معناه وحدة مساحة فقط يا أبنائي أرجو قد فهمتون إذن مساحة مثلث كيفي؟ S تساوي إنه واحد على اثنان في B C في سينس الزاوية ذات الرأس A كذلك تساوي إنه واحد على اثنان في A في C في سينس الزاوية ذات الرأس B ويساوي إنه واحد على اثنان في A في B في سينس الزاوية C يعني دائما الأمور هنا معكوسة إذا ذكرت الزاوية لا تذكر البعد C هنا إذا ذكرت الزاوية لا يذكر البعد B وهنا إذا ذكرت الزاوية A لا يذكر البعد A إذن هذه هي مساحة هذا المثلث فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال بين أن الشعاعان ذو المركبات 1 و 2 و ناقص 2 ناظمي للمستوي A B C إذا نكتب هنا البرهان أن هذا الشعاع هو ناظمي للمستوي الذي اسمه A B C أركز هنا سوف نستعين برسم بسيط إذا جئنا قلنا ها هو مثلا هذا هو تلك المستوي لاحظوا إذا جئنا وقلنا ها هي من هي مثلا B ها هي النقطة A وها هي مثلا النقطة C إذا جئنا للشعاع الناظمي أولا ها هو شعاع A B A وعندنا شعاع آخر هو B C فإذا جئنا وقمنا برسم شعاع ناظمي هكذا وسمينا هذا الشعاع سميته أن دقيق هنا إلى الشكل إذن هذا الشعاع يجب أن يكون حتى يكون ناظمي على هذا المستوي الذي اسمه من A B C يجب أن يكون ناظمي على هذا على B A وناظمي على نفسه وناظمي على B C يعني هنا يشكل زاوية قائمة وهنا يشكل زاوية قائمة واحد فيهم لا يجوز أن نقول أنه إذا كان ناظمي مثلا إلا على هذا معنى يشكل هكذا مع زاوية قائمة يعني كما أشير هنا هذا لا يعني إذا كان ناظمي على B C فإنه ناظمي على B A والدليل على ذلك لو أكمل سيلة وهكذا لا يشكل مع هذا الزاوية قائمة حتى تفهم الفكرة إذن حتى يكون شعاع ناظمي على مستوي على الأقل يكون ناظمي على شعاعين منها حتى نفهم جيدا إذن نكتب هنا حتى يكون آن ناظمي لمن؟ لا أخذوا وانتبق إذن قلنا ناظمي لمن؟ للمستوي من A B C يجب أن على الأقل يكون آن سلامي ماذا؟ سلامي B A كم يساوي؟ يساوي السفر و يجب أن نقول و وآن سلامي بمن؟ سي يساوي السفر ننطلق فنقول الآن سلامي B A يساوي B A نحن قد حسبناها ها هي أمامكم 2 ونقص 1 وصفر سلامي ماذا؟ سلامي الآن وهي 1 2 ونقص 2 فيساوي هذا في هذا 2 هذا في هذا نقص 2 وهذا في هذا صفر هذا يذهب مع هذا فيصبحنا هكذا إذن وقف كذلك الآن سلامي ماذا؟ سلامي B C يساوي إذن نأتي بإحداثيات البيسي اللي هي 2 أو مركبات 2 صفر واحد هكذا سلامي الآن لهو 1 2 نقص 2 يساوي هذا في هذا 2 وهذا في هذا زائد صفر وهذا في هذا نقص 2 يساوي الصفر إذن تحقق أنه أن عمودي على B A وأن كذلك عمودي على B C نقول من هذا وهذا يعني و ومنه ماذا؟ أن شعاع ناظمي لمن؟ ناظمي للمستوي A B C فقط أبنائي أظن قد الفكرة قد وصلت إذن يكون شعاع ناظمي لمستوي على الأقل أن يكون عموديا على شعاعين منه فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال استنتاجي قال ثم استنتج معادلة ديكارتية له إذن نكتب هنا معادلة المستوي الذي اسمه A B C إذن نقول بما أن ماذا؟ آن ناظمي لمن؟ لي المستوي الذي اسمه A B C فإن ماذا ينتج؟ فإن هذا يضرب في الإكس وهذا في الإجراج وهذا في الزاد سبحانا إكس في واحد ثم هذا في الإجراج يعني زائد إثنان إجراج ثم هذا يضرب في الزاد يعني ناقص إثنان زاد زائد دي يساوي السفرة لأن نحن عندنا معادلة مستوي في الأصل هي هكذا A X زائد B Y زائد C Z زائد D يساوي السفرة حيث ها هي الآ وها هي الB وها هي الس حتى نفهم الفكرة العامة الآن بعدها ماذا ينتج؟ إذن بعدما وجدنا هذا الأمر بقينا شيء واحد إنه الد لكن عندنا ماذا؟ عندنا أن A ينتمي إلى أو تنتمي إلى المستوي A B C بما أنها تنتمي فإن إحداثيها تحقق ما معنى إحداثيها تحقق؟ معنى أن نأتي بA ذات الإحداثية كم؟ إنها الثلاثة والواحد والصفرة هكذا فلنتابع إذن نأتي الآن لنعوض هنا ونعوض هذا هنا ونعوض هذا هنا ويبقى لنا المجهول D علينا أن نستخريجه إذا نصبح لنا X نعوضه بالثلاثة زائد زائد ماذا؟ زائد هذا في هذا لهو إثنان في واحد لهو إثنان ثم الصفر في هذه القيمة أكيد يعطي لنا الصفرة زائد D يساوي الصفرة تصبحنا هذه كم؟ خمسة نقلبها إلى الطرف الأخر تصبحنا D يساوينا كم؟ ناقص خمسة إذن ما هي معادلة دي كارتية لهذا المستوي؟ المعادلة دي كارتية تصبحنا هي X ناقص ماذا؟ زائد إثناني Y ناقص ماذا؟ إثناني زائد ناقص خمسة يساوي ماذا؟ يساوي الصفرة إنها معادلة المستوي A B C فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال بيّن أن A B C D رباع وجوه وأن حجمه V A B C D يساوينا 2 M زائد خمسة على ستة مع هذا M عدد حقيقي موجب هذا شرط علينا أن نهتم به إذن أولا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن A B C D ما هو إلا رباعي ما هو رباعي وجوه ما معنى رباعي وجوه؟ إذا قلنا أنه عندنا نقطة D في هذا الموضع ها هي النقطة D يا أبنائي حتى تشكل لنا رباعي وجوه علينا أن يكون النقطة D هذه أكيد لا تنتمي إلى المستوي A B C هذا هو الشرط هذا الأساسي ها هو الآن رباعي وجوه إذن نكتب هنا حتى حتى يكون A B C D رباعي من رباعي وجوه يجب أن ماذا تكون أن النقطة D لا تنتمي إلى المستوي A B C معناه إحداثيها هذه لا تحقق لنا هذه المعدلة يعني لا تجعلها تسوي السفر ما علينا إلا أن نعوذ X هنا بالسفر لأن هذا يعوذ هنا وهذا يعوذ هنا وهذا يعوذ هنا الشيء الوحيد الذي أخاف أن تنسوا أنه A M عدد موجب يعني هنا نعوذ بالسفر وهنا نعوذ بالأم فماذا ينتج ينتج لنا سفر زائد سفر ناقص إثنان A M ناقص خمسة يساوي لا يساوي السفر ركزوا هذا يا أبناء مهما كان لا يساوي السفر لماذا لأن A M قيمة موجب تخيلوا موجب ونضربه في ناقص إثنان يسبح سالب ونضف له ناقص خمسة يسبح سالب فهذه القيمة ناقص إثنان A M ناقص خمسة ما دائما إنها سالبة تمام لماذا لأن هذا A M سالب ونضربه في ناقص إثنان يصبح سالب ونضيف لو ناقص خمسة يبقى لنا سالب إذن هل يسأل سفر مستحيل يسأل سفر نقول ومنه الرباعي من هو الرباعي A B C D ما هو رباعي الوجوه وها هو رباعي الوجوه ها هو وجه واخد إثنان ثلاث والذي هنا أمامنا أربعة لاحظتم الآن بعدما وجدنا أنه رباعي الوجوه نأتي الآن إلى السؤال آخر قال وأن حجمه V A B C D يسأل إثنان أم زائد خمسة على ستة لاحظوا وانتبهوا مع إلي الإجابة على هذا السؤال إذن نأتي الآن إلى حساب هذا الحجم إذن نكتب هنا البرهان أن V A B C D كم يسأل قلنا يسألنا إثنان أم زائد خمسة على ستة مع أم قلنا عدد حقيقي موجب ركزوا جيدا أبنائي إذن عندنا نحن حجم رباعي الوجوه V A B C D ماذا يسأل القانون العام يسألنا واحد على ثلاثة في مساحة القاعدة من هي القاعدة التي نتخذها؟ نتخذ القاعدة هي هذا المثلث A B C الذي قمنا بحساب مساحته من قبل ها هي أمامكم تذكروا هذا ألم نحسبها يا أبنائي بالقاعدة؟ هذه أرجوكم حتى ها هي القاعدة التي حسبنا بها انظروا إذن ها هي مساحة القاعدة إذن مساحة القاعدة في ماذا؟ في من هي القاعدة؟ هي A المثلث A B C في الارتفاع لهي يمثل الارتفاع نتخذه هذا البعد من هو البعد؟ الذي بين النقطة D والمستوي A B C إذن D لما بين النقطة D والمستوي A B C هكذا احتفظت جيدا فيصبحنا V A B C D ماذا يساوي؟ يساوينا واحد على ثلاثة في مساحة القاعدة التي هي مساحة المثلث ها هي ثلاثة على ماذا؟ على إثنان هكذا تبقى لنا الآن المسافة أو البعد D هذا الذي بين النقطة D و A B C ماذا يساوي؟ يساوينا القاعدة العامة هنا القيمة المطلقة وهنا طاولة الشعاع النظيمة طاولة الشعاع النظيمة أولا ما هذا تقول قاعدة؟ إذن هذا العدد المضروب هنا مربع زائد هذا مربع زائد هذا مربع يعني تصبح لنا كم واحد مربع زايد اثناني مربع لهو أربعة زايد ناقص اثناني مربع لهو أربعة تسعة تصبح لنا هنا تسعة أما الآخر تصبح لنا هذا في المعامل هنا صفرة في واحد زايد صفرة في اثنان يعني صفرة زايد آم في ناقص اثناني تصبح لنا ناقص اثناني آم زايد هذه الزيادة يجب علينا أن نضيفها لها ناقص خمسة تصبح لنا دي هذه ما بين D والمستوي A B C كم تساوي تساوي أن القيمة مطلقة لناقص 2M ناقص 5 على جذر 9 وهو 3 لكن بما أن A هذا مجب فإن هذه الكتابة تبقى نفسها هي ماذا هي 2M زائد 5 على ماذا على 3 أظن أدفع فهمتم ركزوا أرجوكم لأن القيمة مطلقة إذن عندنا هذه إذا قلنا القيمة مطلقة لناقص 2 كم تساوي كذلك عندنا يا أبناء القيمة المطلقة لناقص 2M ناقص 5 هذه القيمة بما أن A مجب هذه القيمة سالبة القيمة إذا كانت سالبة لما تخرج منها القيمة المطلقة تخرج منها إذن تساوي 2M زائد 5 إحذروا هذه أرجوكم الآن ما علينا إلا إتيان بهذه القيمة ووضعها هنا لما نضع هنا ماذا تصبح في كم؟ في 2M زائد 5 على ماذا؟ على العدد الذي هو الثلاثة فتذهب هذه مع هذه فماذا ينتج؟ ينتج لنا 2M زائد 5 على هذا في هذا إنها كم؟ إنها 6 وانظروا إنه المطلوب ونكتب هنا ماذا؟ بما أنه حجم يمكن أن نكتب هنا EV ما معنى EV؟ معنى وحدة حجم يقول أحدكم وكيف تكون إجابة النموذجية؟ الإجابة النموذجية علينا أن نذكر هذا البعد كيف يحسب وكيف نزعت القيمة المطلقة حتى نفهم جيدا أعيد هذه القيمة سالبة لأن عليكم أن تفهموا إذا قلنا ناقص X مثلا ناقص 1 هذه هي نفسها X زائد 1 حتى تفهموا الفكرة جيدا إذن كذلك بما أن هذا أم سالب نضربه في الناقص بحسالب بما أن الآن قلت موجب أعتذر موجب في الناقص بحسالب مع الناقص بحسالب هذه القيمة سالبة إذا نزعت للقيمة المطلقة بحسالب موجب مثل ما ذكرت لكم القيمة المطلقة لناقص 2 هي نفسها 2 إذن فأصبحت لنا هذا هو حجم هذا رباعي الوجوه فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تطرق الآن إلى رابع قال لتكن S M مجموعة النقط M X Y Z من الفضاء والتي تحقق X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص 2 M في Z زائد M مربع ناقص 9 يساوي السر قال بين أنه من أجل من أجل عدد حقيقي M فإن S M سطح كرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها أكيد R إذن نكتب هنا البرهان أن إذا كان عندنا M ينتمي إلى ماذا؟ إلى R لكن نحن قلنا أنه هذا R زائد ركزوا جيدا فإن ماذا؟ S M ما هو إلا سطح كرة يطلب تعيين عناصرها المميزة ركزوا جيدا أرجوكم وتعلموا جيدا إذا كانت عندنا مجموعة نقاط مكتوبة من الشكل لاحظوا X مربع ركزوا أرجوكم إذن X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع زائد A X زائد B Y زائد C في Z زائد D يساوي السفر وهذه عندها كتابة هي X ركزوا جيدا ناقص زائد ماذا؟ زائد A على 2 الكل مربع زائد Y زائد B على 2 الكل مربع زائد لاحظوا جيدا زائد زائد C على 2 الكل مربع يساوي لاحظوا هذا قانون نحفظه A مربع زائد B مربع زائد C مربع على 4 ناقص D هكذا تقول قائدة الآن من هو؟ هذا هو الذي يحدد لنا طبيعة هذه مجموعة الترميقة إذا كان هذا الجزء موجب تماما فإنها سطح كورة إذا كان هذا الجزء سالب إنها مجموعة خالية إذا كان هذا الجزء يساوي السفر فإنها نقطة حيث نحن بما أنه قال سطح كورة يجب أن يكون هذا الجزء موجب تماما إذن تعالوا ننطلق رويدا رويدا سبحانا هكذا X ناقص العدد المضروب هنا في X ركزوا جيدا لا يوجد ليس في X مربع والY مربع والZ مربعا لا الموجود هنا في X لا يوجد إذن بما أنه لا يوجد نعطي له 0 مربع زائد Y كم لاحظوا جيدا زائد هل يوجد هنا عندنا الإقلاق لا يوجد لا يوجد إذن زائد كم زائد سفرة الكل مربع زائد 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 ماذا زائد C ها هو السي السي هو العدد مضروب في الزاد كم ناقص 2 M لاحظوا ناقص 2 M نقسمها على إثنان لأن القانون C على إثنان نختزل هذا مع هذا ماذا يبقى لنا يبقى لنا ناقص M إذا نضع هنا ناقص M هكذا الكل مربع يساوي ماذا يساوي يساوي لنا مربع هنا لا يوجد اذا صفر مربع زائد البي مربع لا يوجد زائد السي مربع ها هو السي انظروا هو العدد المضروب قلنا في الزاد سبحانه زائد اربعة مربع على ماذا على اربعة ناقص الدي هو هذه الزيادة التي لا يوجد لها اكس ولا يجد لها اقرق ولا يجد لها زاد هي اام مربع ناقص تسعة تصبح تساوي لنا هذا ذهب ثم نختزل هذا مع هذا تصبح لنا اام ناقص اام مربع عفوا اام مربع ناقص اام مربع زائد تسعة لان هذا الناقص يأتي الى هنا يذهب هذا مع هذا فركزوا ماذا اصبحت اصبحت لتنا اكس زائد سفر الكل مربع زائد ايجراك زائد سفر الكل مربع زائد زائد ناقص اام الكل مربع يساوي لنا تسعة انظروا هذا الجزء مهما كان قيمة مجابلة انها مجموعة من التربيعات يبقى لنا هذه القيمة قلنا هي التي تحدد الطبيعة بما ان هذه عندنا تسعة قيمة مجابة تماما فان ماذا تقول القاعدة فان ااس اام سطحة كرة اولا نسف قطرها ار يساوي ان جذر هذا العدد لهو كم انها الثلاثة ومركزها اذا رأينا اليه مركزها ماذا تقول القاعدة هذا اين ينعدم انظروا الى هذا ينعدم عند الصفر وهذا اين ينعدم عند الصفر وهذا اين ينعدم زائد ناقص اام يساوي معناه اام من هي النقطة التي احداثيها يا ابنائي قلت اعيد ما هي النقطة التي احداثيها السفر سفر وام الا نلاحظ يا ابنائي انها النقطة هذه ليده نعم اذا قال انها سطح كرة بما ان هذه القيمة جاءتنا مجابة تمام فانها سطح كرة مركزها هو جذر هذا العدد المجب اذا نصبح لنا الثلاثة ونسف قطرها نبحث على هذا اين ينعدم عند الصفر وهذا اين ينعدم عند الصفر وهذا اين ينعدم عند اام فاصبحت النقطة د هو مركزها اللي هو صفر صفر وام اذا نقول مركزها من هو هو النقطة د فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نأتي الان الى سؤال اخر قال عين قيمة اام حتى يكون المستوي ا بي سي مماسل لسطح الكرة اس اام اذا نكتب هنا تعيين ماذا قيمة اام حتى هذا المستوي ا بي سي مماسل لسطح الكرة ما معنى ابنائي اذا جئنا الى سطح الكرة هذه اس اام ذات المركز د قال عين اام حتى يكون هذا المستوي ا بي سي يكون كيف يكون يا ابنائي مماس كما ماس معناه بعد النقطة هذه دي على هذا المستوي الاخضر ها هو المستوي سوف اريه اياكم ها هو المستوي اذا قمنا دي رسمه ها كذا مجرد توضيح ها هو امامكم هذا المستوي اذا سميناه ا بي سي حتى تكون اذا نركز جيدا تعيين قيم اام اذا نحسب دي لمن ما بين النقطة دي والمستوي ا بي سي يجب ان تكون كم تسوينا ار ار هذا كم وجدناه لقد قمنا بحساب ها هو امامكم انظروا انه الثلاثة اذا تصبح لنا هذه تسوينا كم تسوينا ثلاثة لكن لا ننسى ان هذا بعد النقطة دي على المستوي ا بي سي قد حسبت في السؤال الذي قبله ها هي دي بين دي وابي سي تسوينا اثنان ام زائد خمسة على ثلاثة حيث امقنا عدد كيف هو حقيقي موجب معنى هذه تصبح ماذا تصبح لنا اثنان ام زائد خمسة على ثلاثة تسوينا كم تسوينا ثلاثة نستعمل جداء الطرف من جداء الوسائطين هذا في هذا وهذا في هذا نصبح لنا اثنان ام زائد خمسة تسوينا تسعة ننقل هذا الى هنا نصبح لنا اثنان ام تسوينا تسعة ناقص خمسة اللي هي اربعة ومنه ام يسوينا كم يسوينا اثنان اذا من هو اذا معنى اثنان يعني ام هنا كم يصبح يصبح لنا اثنان حتى نفهم جيدا لانه قال عين قيمة ام حتى يكون هذا المستوي الاخضر مماس لسطح الكرة حتى يكون مماس يجب ان يكون بعد مركز سطح الكرة على المستوي يسوي نصف القطر اللي هو الثلاثة معنى ام هنا كم وجدناه وجدناها اثنان حتى نفهم جيدا اذا معنى ا بي سي يكون ماذا يكون مماس من مماس لمن لس اذا اثنان حتى نفهم الفكرة لان ام هو اثنان فقط ابنائي اذا بعد ما حسبنا قيمة هذا الام ووجدناها كم وجدناها اثنان فهنا تصبح لنا اثنان وهنا اثنان وهنا كذلك اثنان اذا فتصبح لنا احداثيات النقطة دي كم هي صفر صفر اثنان لانه قال عين قيمة ام واحداثيات النقطة ا دي مرتبطة بام بعد ما وجدنا هذه ام وتذكروا كم وجدناها اثنان فتصبح لنا هنا احداثيات النقطة دي انها صفر صفر واثنان جاء السؤال اخر قال اكتب معادلة المستوي بي الموازي تماما للمستوي ا بي سي ويمس ماذا ويمس اس اثنان لان الام قد عينناه هو اثنان فهذه سطح الكرة هي اس اثنان اذا جئنا اولا الى المستوي ها هو المستوي بي مماس في هذه النقطة قلنا مماس في هذه النقطة هذا المستوي ماذا المستوي بي او المستوي ا بي سي هذا المستوي ا بي سي هنا عندنا النقطة دي قال اوجد معادلة المستوي الذي يوازيه انه بي ها هو المستوي الذي اسمه بي اذا نكتب هنا معادلة المستوي الذي اسمه بي حيث بي ما هو مماس لمن لأس اثنان و بي يوازي ماذا يوازي المستوي بي سي أولا بما أن بما أن بي يوازي بي سي فإن ماذا فإن مباشرة تصبح لنا أن هذا الشعاع الناظمي للمستوي هو شعاع ناظمي لمن للمستوي بي أي ماذا ينتج أن هذه المعادلة تصبح نفسها لكن هنا وجه الاختلاف هنا في هذا فتصبح لنا هكذا اكس زائد اثنان ايجراج ناقص اثنان زاد زائد يساوي السفر المطلوب هو إيجاد هذا حتى نفهم الفكرة جيدة لماذا لأن المستوي بي يوازي المستوي بي بما أنه يوازيه يصبح لهما نفس الشعاع الناظمي ها هو إذن هذا يصبح هذا هو شعاع ناظمي وهذا هو نفسه الشعاع الناظمي آن معناه كلاهما متوازين كل مستويان متوازين في الفضاء لهم نفس شعاع الناظمي إذن أركزوا بيبقى لنا هذا دي الآن هذا دي كيف إن إذا قلنا بعد النقطة دي عن المستوي آ بي سي أو عن المستوي آ نعم آ بي سي هي نفسها بعد النقطة هذه دي على المستوي بي وكلهم هذا البعد قلنا كم هو نصف القطر هو ثلاثة ومن هنا هو ثلاثة إذن هذا البعد حسبناه لهو نفسه نصف القطر هو الثلاثة الآن نأتي إلى دي لمن للنقطة دي والمستوي بي ماذا تساوي تساوينا القاعدة العامة هكذا على هكذا ركزوا جيدا عندنا تقول قاعدة هذا يصبح فيه هذا أو نأتي الآن إلى المعادلة في الحالة العامة إذا جئنا إلى النقطة دي نضعها في هذا الموضع السفرة قلنا سفرة والآن عندها هو الإثنان في هذه الحالة إثنان فقط إذن هنا نضرب هذه السفرة وهذا السفرة لاحظوا وهذا في هذا يعني لأن ركزوا جيدا إثنان في ناقص إذن هنا تصبح لنا ناقص أربعة زائد الزيادة هذه إنها ماذا إنها دي على طاولة الشعاع النظمي اللي هي تسعة لأن هذا الشعاع النظمي آن لما حسبنا إنها تسعة وهذه المسافة كلها ماذا تساوي انظروا ماذا تساوي تساوي لنا نصف قطرة الثلاثة هنا ما علينا إلا البقاء أن نحسب قيمة هذا الدين فتصبح لنا ماذا تصبح لنا القيمة المطلقة لناقص أربعة زائد دي على ماذا على جذر التسعة اللي هو ثلاثة يساوي ثلاثة نستعمل الطرفين جذر الوساطين تصبح لنا ناقص أربعة زائد دي يساوي لنا تسعة عندنا القيمة المطلقة لما تنزع إذن تصبح لنا ناقص أربعة زائد D تساوينا 9 أو ناقص 4 زائد D تساوي ناقص 9 لماذا لأن عندنا القيمة المطلقة لمن لX تساوي A حيث A أكيد عدد مجب تساوينا X يساوينا A أو X يساوي ناقص A إذن إذا فرضنا أنها هو A وهذا كلين هو X بعد هذا وذاك ماذا ينتج إيجاد D نأتي بهذه إلى هنا تصبح لنا مباشرة D كم تساوي تساوي 13 وعندنا هذا مع هذا تصبح لنا D تساوينا ناقص 5 الآن فإن D المناسب هو هذا لماذا لأن ناقص 5 يا أبنائي أخذها من الذي أخذ ناقص 5 انظروا من هو الذي أخذها أخذها ABC إذن ABC أخذ ناقص 5 فإن P يأخذ ماذا 13 نقول ركزوا جيدا ومنه معادلة P مستوي P أكيد هي X زائد 2Y ناقص 2Z زائد 13 يساوي 0 ومعادلة ABC ما هي يا أبنائي كذلك هي 2 عفوا هي نفس الشيء إذن هي X زائد 2Y ناقص 2Z ناقص 5 الD هنا أخذ قيمتان لما يأخذ 13 تصبح معادلة المستوي P ولما يأخذ ناقص 5 هذا الD تصبح لنا هي معادلة المستوي ABC الذي وجدناه من قبل إذن الذي يعطينانا هذه الخاصية هو بعد النقطة D على المستوي P التي تساوينا 3 مهما لأنه مماس يبقى لنا هنا قمنا بحل هذه المعادلة ذات القيمة المطلقة فوجدنا قيمتان 13 ووجدنا ناقص 5 الناقص 5 كانت لمن للمستوي ABC والD التي هي 13 أخذها المستوي P فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الحكم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته